فاتقوا الله عباد الله وتفقدوا أنفسكم واتطلبوا الحلال مضانة فإن الله تعالى قد يسر لكم من الحلال ما تحصل لكم به الكفاية أيها المؤمنون إن حفظ المال من المقاصد الكبرى في شريعة الله عز وجل ومن الضروريات الخمس في دين الإسلام وقد ذكر الله تعالى المال في كتابه في مواضع عديدة بيَّن فيها مكانته وعظيم المنَّة به وما يجب فيه وما يحلُّ منه وما يحرُم في بيانٍ مُفَصَّلٍ في كتابه جل في علاه